أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمي نتانياه أنه تم إبلاغ عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة بأن اتفاقا لإطلاق سراح دويهم قد يكون وشيكا تصريحات نتانياه جاءت خلال لقائه عددا من أسر المحتجزين الذين يحملون الجنسية الأمريكية خلال زيارته لواشنطن حيث أشار إلى أن الظروف تتحسن وهو ما يعد مؤشرا جيدا حسب تصريحاته ومن المتوقع أن يلتقي نتانياه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس عقب إلقائه خطابا أمام الكونغرس